اشتركوا في القناة لن نثركه يصدأ وتابع ان المغرب يجري محادثات مع اسبانيا لاستخدام مرافئها للغاز الطبيعي المثال لتمرير الغاز الى المغرب باستخدام نفس خط الانابيب وتابع هذا الغاز الطبيعي المثال لن يتنافس مع امدادات الغاز الاسبانية سيكون شراء اضافيا يطلبه المغرب الذي سيدفع تكلفة مروري خلال المرافئ الاسبانية وخط الانابيب واكد ان المغرب اعطى ايضا تصاريح لمستوردي الغاز توقعا لعدم تجديد الجزائر لاتفاق خط الانابيب وسبق لمسؤولين جزائريين ان المحوا في عدة مناثبات الى ان العقد الذي شرف على الانتهاء لن يتم تجديده وفي تندوف وفي اول تعليق لها على الاتفاقية المواقعة بين المغرب وشركة راسيو بيتروليوم الاسرائيلية للتنقيب عن البيترول والغاز في سواحل مدينة الداخلة قالت عصابة المرتزقة في تندوف ان مثل هذه الاتفاقيات ليس لها اي قوة قانونية واضافت العصابة الارهابية في بيان موقع من قبل ما يسمى بالهيئة الصحراوية للبيترول والمعادنة ان تندد بالاتفاق ان المغرب لا يمتلك اي سيادة على الصحراء الامر الذي اقرته محكمة العدل الدولية في السادس عشر اكتوبر الف وتسعمائة وخمسة وسبعين واعادت التأكيد عليه محكمة العدل الاوروبية في احكامها المتتالية والتي كان اخروا الحكمة الصادرة في التاسة والعشرين شتنبر الفين وواحد وعشرين حسب زعمها بالمقابل لم تعلق الجزائر رسميا بعد على الاتفاق فيما وصفته جريدة الشروق المقربة من دوائر صنع القرار بانه استفزاز للجزائر والى الاتحاد الاوروبي حيث يحاول المغرب تضييق منافذ التشويش والمناورة بتعيين ديبلوماسي محنك ويفتح تعيين يوسف العمراني السفير للمملكة لدى الاتحاد الاوروبية افقا جديدا لتطوير العلاقات بين الشركين استراتيجيين يقربان المثافات بين قارتين وكذا حمايتها من كل ما قد يعكر صفوها وخصوصا حملات التشويش التي يبدل الخصوم الغالي والنفيث لانجاحها ويأتي تعيين العمراني الشخصية المخضرمة والمسؤول الدبلوماسي المحنك سفيرا بالاتحاد الاوروبي في وقت تحتاج العلاقات المغربية الاوروبية الى وجه قادر على حلحلة الملفات العالقة وتثبيت المكاسب المحققة بين الطرفين طيلة عقود ويدرك ابن مدينة طنجة بناء على المسؤوليات التي تقلدها واخروا سفير المغرب جنوب افريقيا حجم التحديات التي تحيط بالعلاقة بين المملكة ودول الاتحال الاوروبية في الفترة الراهنة المثومة بعدة تحولات عالمية غير مسبوقة ويتقدم ملف اتفاقيات التبادل التجارية والصيد البحرية الملفات الموضوعة لمكتب العمراني بعد التعيين الملكية المعلن عنه يوم الاحد خلال اول مجلس وزارية ينعقد بعد تنصيب الحكومة الجديدة ويعد اهم امتحان بعد التعيين هو التعاطي مع قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص الغاء اتفاقيته الفلاحة والصيد البحرية بين المملكة والاتحال الاوروبية الصادر سنة 2015 والذي اخرجته من بين الرفوف في شتنبر الماضية ورغم ان الخبير والمحلل الاقتصادية رشيد ثاري اكد في حديث ان قرار المحكمة الاوروبية لا يضر المغرب لغياب تأثيره الاني على الاتفاقيتين حيث تمر قرارات من هذا النوع عبر عدة مراحل حتى بلوغ مرحلة التفعيل الا ان وضع النقط على الحروف في هذا الملف سيخدم العمران في مهمته الجديدة كم من المغالطات والافتراءات غير داتي ثند قانونية رمت بها الجزائر كل من المغرب واسرائيلة في محاولة بئيثة لتأليب الرأي العام الجزائرية والهائه عما تقترف عصاب التبون والشنغريحة ومن معه في حقه واثر ذلك خرج رئيث حركة الماكا المطالبة باستقلال منطقة القبيلة عن الجزائر فرحات مهني عن صمته وتبرأ جملة وتفصيلة من كل المغالطات التي تضمنها الوثائقية حول العلاقة المفتردة بين المغرب واسرائيلة وكذا الحركة وزد المتحدث ان الحركة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالهجمات الارهابية المثلحة التي روجت لها المديرية العامة للامن الوطني الجزائرية معتبرا الخبر كاذب ومجرد تراهات لا تستند على منطقة او ادلة دامغة لتحقيق مساعي نظام الجزائرية المتمثلة في ضرب مصداقية الحركة كمدافع عن شعب القبيلة وتلفيق الاتهامات للمغرب واسرائيلة بضربة واحدة التحركات المشبوهة التي ينتهجها النظام الجزائرية على حد تعبير مهني انما تتوخى ابعاد المواطن الجزائرية قدر الامكان عن التفكير في الادارة الكارثية التي بصم عليها الثكان قصر المرادية وبخصوص عناصر الخلية المزعومة قال فرحات مهني ان احد المعتقلين يشغل نادلا في حانا وقد ادل بتلك التصريحات رغما عنها بحسب ما علمته من احد معارفي بينما المشبافية الثاني معروفة بنشاطه الاجرامية لكونه الثفاح ولا علاقة له بالثياثة اما فيما يخص المشبافية الثالثة الذي ظهر في الوثائقية فيقر مهني بانه كان مناضلا في الماكة حتى 2015 او 2016 قبل ان يتم طرده واخروا السمهني الى ان لعبة النظام الجزائرية باتت مكشوفة للعالم وهدفه حرمان شعب القبيلة من تقرير مصيره واستهداف المغرب واسرائيل لافثا الى ان الوثائقية الثخيفة خضع لتوضيب كبير في مجمل اجزائه ما يفقده المصدقية ويفضح بالملموس الني المبيتة لجنرالات العسكرة وجدر بالذكر ان السلطات الجزائرية اعلنت الاسبوع المنصر عن تفكيك جماعة اجرامية مذعومة تنتمي الى حركة الماكة وتوقيف 17 مشبها فيها كانوا بسرد التحضير لعمليات مسلحة بدعم من المغرب واسرائيل حسب زعمها وقد تم العثور بحوذة الجماعة الاجرامية المذعومة على وثائقنا ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات اسرائيلية واسلحة وعتاد حربية وريات ومناشير تحريدية خاصة بحركة الماكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر